أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم أخواني ما أعظمها من آية لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سبحانك يا رب أخوانا في الجنة الفواكه الكثيرة التي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى هنا سؤال اسمعت من تمسينا الشيخ متولي الشعراوي طيب الله ثراه شيخ الشيخ الشعراوي أخوانا اليوم الدنيا مليئة بالفاكهة والجنة ملأة أكثر وأكثر عددتوا لعبالي الصالحين ما لا عينوا رأت حديث مشهور ولا أذن سمعت ولا خطرة على قلبي بشر أخوانا سمعت من تمسينا الشيخ الشعراوي شلون أنا بدي أعرف الفاكهة الموجودة في الجنة شخص عددها طيب إذا فيه ألف نوع إذا فيه ألفين نوع يعني أنا بدينا ببعض غير التفاح والرمان والموز والخوخ والجارون يعني أشياء معدودة طيب شون أنا بالجنة بدي أعرف إنها الفاكهة موجودة حتى أطلبها من الله عز وجل هاي من تمسينا الشيخ الشعراوي البص يا ابني ربنا بيقوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللولو المكنون جزاء مما كانوا يعملون بصورة طبعا الواقعة أخواني قال الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه على الإنسان في الجنة الله ما جعانهم يقوله أمين يا رب جميع إن شاء الله برفق السيدنا نبي صلى الله عليه وسلم أخوانا الله تعالى في الجنة قال بي ممرر الفاكهة على ذهنك ها من تمشينا الشيخ الشعراوي تمامنا عندي أماني هاي بيمرر الفاكهة على إيش؟ على ذهنك قال أنت بتمر هالفاكهة على ذهنك قال بي مجرد ما أنت تريد هالفاكهة هاي اللي الله عم تجيب على ذهنك ربنا تعرض يجدها قدامك على السريع سوفين قدامك أنت تأكل منها إيش فاكهة بتريد موجودة في الجنة وفاكهة مما يتخيرهم ولحم طير مما يشتهم سلام الله يا رب سلام قولا من رب الرحيم أخوانا أنا حسلكوا سؤال أنت من تحبه واحد أو تحبه وحدة مثلا هاي من البشر طبعا لا شبه للخالق لا الخالق فوقه كل شيء بش قد يقتل بسط يقول لك السلام عليكم كيف حالك بخلو يا زلم يسمع صوتك ارتحت طيب هذا بشر مع بشر طيب في القيامة بعد ما ندخل الجنة إن شاء الله برفقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينادي على أهل الجنة يا أهل الجنة اسمعوا ربنا ينادي عليكم لكم ايه يا أهل الجنة هل بقي لكم عندنا شيء انتوا ايه اللي عايزين مني أدهاكم بقي لكم عندي شيء قالوا يا رب أهل الجنة يذكرون نعم الله تعالى عليهم وكلهم نعم الله وأما بنعمة ربك يا رب ألم تبيض وجوهنا ألم تغفر ذنوبنا ألم تستر عيوبنا ألم ألم بعددوا نعم الله سبحانه وتعالى وهو في الجنة خالدين فيها مخلدين بالله وليس مع الله شرحناها فيا أخوة الله بيقول لهم لا بقي لكم عندي طلب طب ايه طلب دي يا رب ايه الطلب العظيم يا رب بكفي عطيتنا جنان النعيم قصور قصور أكل شرب حور عين زيارات في القنة اسمه سوق حديث طويل اسمه حديث سوق الجنة يا رب ما بقي لنا شيء خلص غفرتنا رحمتنا غفرت لنا سترت عيوبنا ما بقاش بنا شيء خالص يا رب فيقول الله يا أهل الجنة بقي لكم عندي شيء فيقول الله تعالى انظروا يا أهل الجنة وإذا بالحق تعالى يتجلى في كوة طاقة كبيرة الله أعلم كوة من كوة الجنة فيقول الله تعالى بصوته الشريف انظروا يا أهل الجنة قال فينظر أهل الجنة إلى هذه الكوة فيرون وجه الله سبحانه وتعالى وهي أعظم لذة يتنعم بها أهل الجنة في الجنة لذلك قال تعالى للذين أحسنوا الحسن وإيه وزياله شوف للذين أحسنوا الحسن الحسن مبتدى مؤخر الذين خبر مقدم إذن الحسن معروف في الجنة طب إذن يدي يا رب إذن يدي يا رب اللي أنت حت أديها لعبادك الزيالة هي النظر إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا أخوانا أنت عندما تعشق وحدة في دار الدنيا ولله مثل الأعلى أنا أقبل لك مثال أريب في حياتك الدنيا لأنه ممكن ما نستوعب النظر إلى وجه الحق عز وجل يعني عندما ترى جمال هذه الفتاة وانت عشقالة وحبة عم بتشوفها بتشوف الناس كلها تميك ويسوا قدامك وهي صاحبة الجمال وصاحبة العشق طيب هاي مخلوق يفنى بكرة بده يموت بده يتشل الشعر يتفسخ الجلد يروح الجمال تسير القيح من الجلود فيا أخوانا فالحق باقي فكيف النظر إلى وجه الله لذلك يا أخوانا سادقنا الصحابي الكرام كم عشقوا في الدنيا ما عشقوا إلا رسول الله ما عشقوا حقيقة إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي كان مكملا ومجللا بالجمال والكمال كان أطيب الناس صوتا وأطيب الناس صورة فلاك أمي وأبي يا رسول الله ما أجملك ما أرحمك ما أطيبك سلام قولا من رب الرحيم اللهم اجعانا منهم يا رب وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعبد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم أخوانا وأنا يعبدوني هنا هي وأن أخوانا ما ينصبه لا لأنه جب على فعل أمر أخوانا اسم أن التفسيرية كسرت ليش وأني عبدوني وأني عبدوني يبقى تقيل يعني وأني عبدوني كسرناها لالتقائش الساكنين اسم أن التفسيرية وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلة كثيرا فلم تكونوا تعقلون جبلة يعني إيه يعني خلقا إبليس شو مهرتون شغلة وحلة رأي مبس شغلة وحل بس الزلمة somet الزلمة يحباب واحترام عاقل مالش عمول هالشغلة مالش تصلي مالش 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 بعدين توب إلى الله السروق مالش بعدين توب إلى الله انهار بعدين توب إلى الله اختون بعدين توب الى الله لا تصل الصبح بعدين توب الى الله هاي شغلته هاي شغلته الشيطان ضعيف بس نحن صنع اضعف منه فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منه المخلصين دير بالك ما تخش المخلصين لا المخلصين الله شو قال له قال فالحق والحق اقول لأن جهنم مينك ومن تابعك منهم اجمعين يعني بالك انت يالي مختلف رمضان يالي ما عبصهم يا اخي الكريم يالي عبتك يغيب ونميمة على الناس عبتك تستهزل بالناس يعني الله نسيانك والله لما نسيانك وما كانوا ربك نسية بلك الله بتتوب بترجع الى الله جهنم كبير جهنم تتعبى كله ياته يوم نقود لجهنم هل امتلاتي وتقول يا رب هل مين مزيد مديم كمان يا رب عشان دانا فارغة حديث طويل يوم نقول لجهنم هل امتلاتي وتقول هل مين مزيد الله نسيانا قوله امين اخوانا يا رب هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد عجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيه ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون اللهم احفظنا عندك كبر سننا يا رب يا أخوانا شقد في ناس كبرت وخرفا شقد في ناس كبرت وصالت السيئة على حالة شقد في ناس كبرت وشلحت يدومة تطلع عارية صح لا لا سواء الرجال أو نساء المابتقي الله الله مرسح من عزبه يا أخوانا المابتقي الله أن يتحسل قدام الله بكرا يا أخوانا ومن نعمره ننكسه منرده لحالته القديمة مثل عندي اللي كان ولد اللي عندي كان ولد ينجس حاله يطبش فجري يعبي حاله حنا بلومه شيء لذلك أتق الله يا ابن آدم واسمع إلى ختام الآية الكريمة قال تعالى والعاقبة للمتقين وإلى غد إن شاء الله اليوم اتخرت عليكم بعتذر إخواني المستمعين الطيبين طيب الله خاطركم وجعلني الله خادما لكم في مكة والمدينة في روضة النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغ رسوله الكريم نحن فيما قرأنا وسمعنا جميعا يا رب على ذلك من الشاهدين اللهم إلى حضرة مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويروح الصاحبين الشيخين العظيمين الجليلين الوقورين الكبيرين المقيمين بجنبيه اليوم الدين وإلى أهل بيته الطيبين وجميع الصحابة والشهداء والأولياء والصالحين بنية الشفاء ورفع البلاء وبنية القبول لنا ولكم والإخوان المسلمين الفاتحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين